السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله فمدى كان من نوح عليه السلام بعد ان اشتد به الاذى ومن معه من المؤمنين بدأ يدعو ربه فدعا ربه اني مغلوب فانتصر اذا لم يكن هناك توازن في القوى قوى الصراع في كل مجتمع في كل تأزمن في كل تاريخ هناك صراع غير متعدل غير كفئن فئة غالبة وفئة مغلوبة فئة عندها السلاح وفئة ما عندها فماذا نفعل هنا ربنا امرنا بالدعاء لما نكون نحن مستضعفين ما عندنا وسائل لوجيستيكية للدفاع امرنا بالدعاء فدعا ربه اني مغلوب فانتصر اني مغلوب تقارد ما عندي قوى ما عندي سبيل انتصر يا الله وسيد نوح شعر بالحزن الشديد وعلم بان قومه لن يؤمنوا لانه كل ما حاول معهم بجميع الوسائل يزددن كفرا ويزددن عنادا فيئس من ايمانهم ومن ثم ربنا اعطاه دعوة مستجابة هيا يا نوح دعوة مستجابة قل ما شئت فدعا نوح عليهم والعياد بالله بالهلك ماذا قال وقال نوح ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك انتذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا دعوة خطيرة هذه اخطر دعوة في التاريخ لان ما الذي سوف يقع سيد النوح يطلب من الله تعالى ان كل من هو على الكوكب الارضي من هؤلاء الخلق ان يزيله من الارض هم كانوا في منطقة العراق والشام الاحداث كله تدور في شبه الجزيرة العربية وفي ارض الشام وما حولها لانها هي قلب الدنيا الدنيا لم تكن من قبل هنا كانت الدنيا فسيد نوح سيدعو الله تعالى بان يطهر الارض نحن دعوة خطيرة هذه الارض فيها مخلوقات كثيرة شديدة في كفرها اراد ان تطهر وقال نوح ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا يعني كل كافر بداره وجبروته لا يبقى انك انتذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجر كفار فاراد ان يمحق نسلهم ايضا هنا ربنا سبحانه وتعالى قال ينوح استجبنا دعوتك بعد انتهاء الطفان السفنة تسير تسير ايام وليالي ايام وليالي ربنا سبحانه وتعالى جالة تهبط على ظهر جبل يسمى جبل الدودي الواقع بارض الجزيرة قيل بان عدد الراكبين مع نوح تمانين نفر تمانين شخص وقيل بان الاسنتهم تبلبلت من شدة الفزع ومن شدة الخوف الاسنت تبلبلت كانت تجمعهم لغة واحدة لغة واحدة تجمعهم فصار الناس عندهم لغات عندهم لهجات لاحظوا بان اليوم عندنا اشكال اللهجات مطرح بقوة في جميع دول العالم حتى في مغربنا مشكل اللغة العربية مشكل الامازيغية مشكل كده وكده هذه اللهجات واللغات هي من خلق الله وربنا جعل اول مرة سوف تنقسم اللغات واللهجات في هذه المحطة هناك محطة اخرى ستأتي فيما بعد في التاريخ المديد وفي هذه المرحلة ستتفرع اللغات وكان من بينها اللغة العربية لكن المشكل هو ان هؤلاء الناس لما نجوا من هذه الطفان لم يعد احد يفقه كلام الاخر بعضهم بعضا صاروا غرباء فكان نوح عليه السلام يعبر عنهم هو الترجمان ما هي العقوبة التي عاقب بها الله قوم نوحين نسأل الله السلام والعافية تاريخ البشرية نلاحظ فيه كوارث وصواعق وطواعين وغيرها في كل زمن وهذا يحيلنا على ان لسا هناك الطبيعة هي الغضبة بل هناك اله هناك ملك هناك قيوم السماوات والارض ينزل العقوبة بالمفسدين وبالطغاة وبالظالمين عقوبة نوحين قوم نوحين الذين كفروا ربنا عقبهم بالغرق بالطفان بسبب خطاياهم لكن الاخطر للطفان الطفان انتهى الاخطر هو ان ربنا اخبر بان العقوبة مستمرة في الدار الاخرى الى الابد عقوبة في النار ولهذا قال مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا اغرقوا فادخلوا نارا فلم يهدوا لهم من دون الله انصارا وبهذه القصة ربنا سبحانه وتعالى يرسل رسائل وعبر وعضات اولا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان في مكة المكرمة ويعاني الامرين ويحتاج الى الدعم النفسي ويحتاج الى من يجعله واقفا امام هذه الازمة فاكدت هذه القصة التي قصها ربنا على نبيه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم ان النسب والقرابة والرابطة الزوجية لا تشفع لصاحبها اذا اصر على الكفر الكفر بالله تعالى والصدع عن سبيله اكبر الجرائم كل جريمة دون الكفر بالله ممكن تغتفر وممكن يتجاوز عنها الا من كان كافر والعياد بالله لهذا قال ربنا عز وجل كمثال قال درب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين سيدنا نوح كانت عنده امرأة نبي الله عنده امرأة ولوط ايضا في اسمته امرأة لكن لم تكون صالحتين كانت فيهم الخيانة فسيدنا نوح زوجة اسمها واعلة كانت تعين قومها على زوجها كانت تشي به تخبرهم نوح يرتب اجتماع نوح يخطط لكذا وتخبرهم بذلك بل وكذا تتهمه بالجنون وانها لم تكن تؤمن بدعوته وهذه الخيانة طبعا الخيانة ليس الخيانة الزوجية وانما الخيانة في الامانة الكبرى انها لم تكن مقتنعة بدعوته عوض ان تساعده عوض ان تداعمه كانت تضع له العراقيل في طريقه لهذا ربنا عز وجل قال بانها كدت من اصحاب العذاب لم ينفعها قرابتها من نوح واستحقت بذلك ذلك الجزاء ولم تنفعها الرابطة الزوجية مع هذا النبي وقيل في الحديث الصحيح ان سيدنا نوح لما حضرته الوفاة قال لابنه اني قص عليك الوصية حين وفاة نوح عليه السلام بدأ يصي ابناءه وهذه سنة لان المفروض ان الاباء والامهات والاجداد اذا شعروا بان اجلهم قد اقترب لابد ان يجمعوا اولادهم وبناتهم ويصونهم وصايا طبعا الوصايا الدنيوية كثيرة لكن المهم هو الوصية الاخروية لان الدنيا اذا ضاعت لك تحصلها اما الدين اذا ضاع لك لا يمكن تحصله فماذا قال نوح عليه السلام لما حضرت الوفاة قال لابنه اني قص عليك الوصية امرك باتنتين وانهاك عن اتنتين قال بماذا تأمرني ومبذن هاني قال امرك بلا اله الا الله فان السماوات السبع والاراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا اله الا الله في كفة لرجحت بهن لا اله الا الله ثم قال وسبحان الله وبحمده فانها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق الرزق الذي ينزل على الخلق ما نأكل ونشرب ونتمتع هو بفضل الصالحين الداكرين الذين يقولون سبحان الله وبحمده فانها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق هذا بما امرك قالوا بماذا تنهاني قال انهاك عن الشر والكبر الشر والكبر احضر الكبر لانه اول معصية عصي بها الله تعالى من طرف ابليس وهكذا بقي نوح في اخر عمره مع هؤلاء الذرية لما نزلت بهم السفينة كانوا كلهم مؤمنين والارض الارض كلها تطاهرت من البشر لم يبقى في الارض بشر وكأن الحياة ستبدأ من جديد فدرية نوح كانوا الدرية الوحيدة الباقية بعد هلاك جميع الامم في الطفان لذا قال ربنا وجعلنا دريته هم الباقين وجعلنا دريته هم الباقين اما ما كان من البشر كلهم هنكوا لم يبقى احد فالان البشر فوق الكوكب الارضي السبعة المليار نسمة يرجع نسبهم الى اولاد نوح الثلاثة نوح عليه السلام عند اولاد ثلاثة منهم خرجت البشرية منهم حام وسام ويافت هؤلاء هم ابناء نوح عليه السلام فأما حام فقد جاء من نسله اهل الحبشة يعني الافارقة السود جاءوا من نسل حام ابن نوح واما سام الملونون هؤلاء نسله العرب منه جاء العرب فالوطن العربي كله ينتمي الى سام ابن نوح الجنس السامي ويافت خرج من نسله الروم الروم هم اوروبا وامريكا وما جاورها هؤلاء يسمون بالروم هكذا بدأ الخلق السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله